كذلك في بعض الأسر على مستوى أن الأم تأمن الأكل لأولادها ممكن تحرم نفسها من الأكل أساس أنه الكمية ما بتكونش كافية كون المرأة المصابة بسوء التغذية المرأة الحامل أكثر عرضة لإصابة بالإجهاضات أكثر من غيرها كذلك تكون أكثر عرضة لإصابة بالولادة المبكرة اللي هو ممكن تكون الأم أكثر عرضة لإصابة بالنزيف بسبب نقص بعض الفيتامينات مثل الفيتامين كاف كذلك من أبرز المضاعفات اللي ممكن تحصل للمواليد في معانا مضاعفات قريبة المدى اللي تظهر على الوليد بعد الولادة مباشرة منها نقص الوزن نقص المناعة مايك مضاعفات بعيدة الأمد يعني تظهر على المواليد فيما بعد من أبرزها يعني وهمها أنه للطفل هذا يكون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية القدرة على الرضاعة الطبيعية بعد الولادة عند النساء المصابات بسوء التغذية مش هي نفس القدرة اللي تكون عند المرأة اللي مش مصابة بسوء التغذية